بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم الحج في القرآن الدنس الضابع بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات الكرام حجاج بيت الله الحرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الرابعة من برنامجكم الحج في القرآن الذي نعرج وإياكم فيه على آيات الحج في القرآن الكريم ليجلي ضيفه الكريم حفظه الله معانيها وأحكامها وأسرارها مرحبين به في مطلع هذه الحلقة فهو ضيف البرنامج ومضيفه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحث العلمية والإفتاء فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ حياكم الله وباركا بيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد قال الله جل وعلا يسألونك عن الأهلة وذلك أن بعض الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما بالو الهلال يبدو كبيرا ثم يضعف حتى يصير هلالا ثم يكبر حتى يصير بدرا مجسبة بهذا التغير الله جل وعلا قال لهم ليس هذا من شأنكم وليس لكم فائدة في مثل هذا السؤال كان الواجب أن تسألوا عن أمور دينكم ولذلك صرف الله الجواب عما سألوا عنه إلى بيان أمور الدين فقال قل هي مواقيت للناس هذا اللي يجب أن تسألوا عنه لا عن الكبر والصغر وتغير الهلال كان سألتم وقلتم ما فائدة الأهلة فائدتها أن الله جعلها مواقيت للناس بها يعرفون حدود مواقيتهم في الديون والآجال ويعرفون بها السنة نهاية السنة وبداية السنة ويعرفون فيها العبادات هي مواقيت بالعبادات ومنها الحج فالله جعل السنة 12 شهرا وجعل منها شهر الحج الذي هو أشهر الحج جعل منها أشهر الحج التي هي شوال وذي القعدة وعشرة أيام منذ الحج هذا الحج له وقت وهو في هذه الأشهر هذه الأشهر المعلومة شوال ذو القعدة وذو الحجة هي محل أو وقت للإحرام بالحج للإحرام بالحج وأما العمرة فليس لها وقت محدد تعتمر في أي وقت من السنة ولهذا قال والحج ولم يقل والعمرة لأن العمرة لغير موقتة بوقت على مدار السنة ووقيته للناس والحج وهذا مناسبة إرادة هذه الآية في برنامجنا هذا أن الله قال والحج قلها مواقيته للناس والحج ثم قال الله لهم وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها يعني ما كان يليق بكم أن تسألوا عن كبر الأهلة وصغارها إنما اللائق بكم أن تسألوا عن ما يختص بكم وهو أحكام العبادة لأنكم بحاجة إلى ذلك فهذا مما يؤدب طالب العلم أن لا يسأل عن أشياء لا يستفيد منها ولا يستفيد منها السامع وإنما يسأل عن الأسئلة التي تشكل عليه أو على الناس في أمور دينهم هذا هو المناسب وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى اتقى الله يعني بفعل أوامره وترك نواهي وأتوا البيوت من أبوابها إذا أردت تدخل بيت ما تروح مع السطح وتسور البيت إنما تدخل مع الباب هكذا الأدب وهكذا العرف وهكذا الواجب وقيل إن المراد أنهم كانوا في الجاهلية إذا أحرموا ما يدخلون مع الأبواب يقولون لأنها مسقوفة ونحن ما يصير فوقنا شيء فيجون مع السطح هذا تكلف والعياذ بالله الله جل وعلا يقول هذا ليس من البر وليس من الطاعة هذا من التكلف الذي لم يشرعه الله سبحانه وتعالى ادخلوا من الأبواب ولا حرج عليكم وأنتم محرمون الرسول صلى الله عليه وسلم استظل بالخيمة غربت له خيمة وهو محرم فدخلها عليه الصلاة والسلام غربت له خيمة في نمرة وهو محرم ودخل فيها واستظل بها فلا مانع أن الإنسان يدخل من تحت الباب أو تحت السقف أو تحت الشجرة أو سقف السيارة أو يستظل بهذا لا مانع من ذلك وليس هذا من محضورات الإحرام ولكن البر وأتو البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون هذا هو البر تقوى الله سبحانه وتعالى فهي تسبب الفلاح في الدنيا والآخرة يعني الفوز والنجاة نعم أحسن الله لكم مع الشيخ جاء في مطلع الآية أن الأهلة مواقيت للناس والحج في شأن العبادات التي كما بيّنتم الحج والصيام وغيرها شأن العبادات والمعاملات والمعاملات كذا فلعلنا نقف عن هذا المعنى في شارعنا أن جاءت كثير من عبادات المسلمين مؤقتة بأوقات محددة بحدود لا تكون في غيرها نعم كما ذكرنا أن الحج له أشهر معلومات من السنة وهي لا تعرف إلا بالأهلة الأشهر ما تعرف إلا بالأهلة وكذلك الصلوات ما تعرف إلا بالمواقيت عند زوال الشمس الظهر عند استواء الظل مع الشاخص العصر عند غروب الشمس المغرب عند غروب الشفق العشاء الشفق الأحمر عند طلوع الفجر صلاة الفجر فيها مؤقتة بمواقيت يعرفونها من سير الشمس والقمر من سير الشمس والقمر يعرفون عباداتهم بهذا كذلك كذلك المرأة الحائض تعتد بالحيض ثلاثة قروع يعني ثلاثة حيض أو ثلاثة أطهار وإذا لم تكن من ذوات الحيض ثلاثة أشهر قال سبحانه وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم واللائي لم يحضن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إرتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وكذلك المتوفى عنها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة لا ينتعرف الأشهر إلا بالأهلة نعم عسنا الله إليكم لعلنا في الدقائق الأربع المتبقية من حلقتنا نأتي على المعنى العظيم الذي ختمت به الآية وهو أن التقوى بمعنى العام هي سبب للفلاح نعم الله جل وعلا يقول وقرن البر بالتقوى وقرن التقوى بالبر فالتقوى والبر هما كلمتان جامعتان لأعمال الخير فكل عمل من أعمال الخير فهو يدخل بالتقوى ويدخل في البر والبر ضد الإثم البر ضد الإثم فهو رديف التقوى والتقوى هي عمل الطاعات وترك المحرمات والبر والتقوى سببان للفلاح لعلكم تفلحون سببان للفلاح والفلاح هو الفوز والنجاة من النار والدخول للجنة هذا هو الفلاح وهذا لا ينال إلا بالبر وينال بالتقوى وبالأعمال الصالحة لا ينال تنال الجنة بالتمني ما تنال الجنة بالتمني ولا بالأنساب ولا بالأموال ولا بالتجارة وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة إلا من آمن وعمل صالحا فالتقوى والبر سببان للفلاح والفوز في الدنيا والآخرة نعم يحسن الله إليكم في وصيتكم الأخيرة مع الشيخ في ختام هذه الحلقة أسباب تحقيق هذه التقوى العمل الصالح التقوى تحصل بالعمل الصالح بفعل الواجبات والطاعات وترك المحرمات والمكروهات سميت تقوى لأنها تقل عبد من عذاب الله عز وجل فيها وقاية والوقاية أن تتخذها دون ما تحذر ولا يقيك من النار ولا من غضب الله جل وعلا إلا التقوى ولذلك سميت وقاية نعم حسن الله إليكم معنا الشيخ شكرا لكم على المشاركة معنا في هذه الحلقة شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات على متابعة هذه الحلقة برنامجكم الحج في القرآن نستكمل وإياكم إن شاء الله في الحلقات القادمة آيات الحج في القرآن كذلك متقدمين شكرنا وتقديرنا في ختام هذه الحلقة إلى ضيف البرنامج مع الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجهة الدائمة للبحث العلمية والإفتاء تشكر الله لمعليه هذا البيان هذا يزيد الهرائي اشترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته